الرئيس الروسي يعقد اجتماعاً مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي لبحث القضايا الأمنية في ظل العمليات العسكرية في أوكرانيا قائد قوات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهدي يؤكد أن بلادهم ملتزمة بمنع أي تهديد ضد تايوان الأمم المتحدة يؤكد أن حوالي ثلاثمائة وثلاثة ملايين شخص يعانون من أزمات في جميع أنحاء العالم وأن الاحتياجات العالمية الإنسانية وصلت إلى أعلى مستوياتها السادس مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرانج نشرة الإخبارية ومفاصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أهلا بكم البداية من الأزمة الأوكرانية التي بدأت قبل ستة أشهر ونصف تقريبا وما زالت تدعيات الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على العالم كله حيث تسببت في أزمة في الغذاء والطاقة عقد الرئيس الروسي فلادمير بوتين اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي ركز على بحث القضايا الأمنية وقال بوتين إن أجندتهم تتضمن قضايا أمنية بخاصة في المجال العسكري وحضر الاجتماع كل من رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا مادفينكو ورئيس مجلس الدومة فياتيسلاف فولدين ونائب رئيس مجلس الأمن دمتري مدفادف ورئيس الإدارة الرئاسية أنتون فاينو وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف بحضور وزيري الداخلية والدفاع ومدير جهاز الأمن الفيدرالي زار نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دمتري مدفادف نيابة عن الرئيس الروسي فلادمير بوتين منطقة لوهانسكو وأضاف مدفادف أنه بحث مع رئيسي منطقتين لوهانسكو دوناتسكو التدابير ذات الأولوية التي يتعين اتخاذها لضمان أمن دونباس أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دوناتسكو الأوكرانية بافلو كريلينكو مقتل سبعة مدنيين وإصابة أربعة عشر آخرين نتيجة للقصف الروسي للمنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وعشار كريلينكو إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريبول وفولنوفاكا مضيفا أنه منذ انطلاق العملية العسكرية قتلت أقوات الروسية سبعمائة وثلاثة وعشرين مدنيا فيما أصيب ألف وثمانمائة وخمسة وأربعين شخصا آخرين في منطقة دوناتسكو قال رئيس مجلس الدوم الروسي فياتيسلاف فولودين إن مسؤولية عواقب قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا تقع على عاطق الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا لا عدم اتخاذهم أي إجراء وشدد فولودين على أن قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية يمكن أن يؤدي إلى كارثة نووية مشيرا إلى أن تصرفات واشنطن ونظام كييف يحمل في طياتها خطر وقوع كارثة نووية ومشيرا إلى أن رؤساء الدول الأوروبية ستقع عليهم المسؤولية أيضا نظرا لصمتهم عن قصف المحطة النووية دعا الرئيس الأوكراني فوليدمير سيلنسكي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإخراج الروس من محطة زابوريجيا للطاقة النووية وفي خطابه اليومي أضف زيلنسكي أن الانسحاب الكامل للروس واستعادة أوكرانيا السيطرة الكاملة على المحطة سيضمن الأمن النووية لأوروبا بأسرها وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بالحرج وخلال حديثي عبر الفيديو في اجتماع طارق لمجلس الأمن الدولي أكد جروسي ضرورة السمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى زابوريجيا بأسرع وقت ممكن لتفقد المحطة مشددا على أن الوقت ينفد فيما تحاول الوكالة منذ أسابيع إرسال بعثة لتفقد المحطة بعد مرور أكثر من ستة أشهر ونصف منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا يحبس العالم أنفاسه خوفا من حدوث كارثة نووية بمحطة زابوريجيا النووية فالمحطة النووية الأكبر في أوروبا تعرضت للقصف مجددا فيما تبادلت موسكو وكييف لاتهامات بشأن الضربات الجديدة وذلك في الوقت الذي شددت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على وجوب تمكينها من دخول المحطة بأسرع وقت ممكن المحطة النووية التي سيطرت عليها موسكو منذ الرابع من مارس الماضي أي بعد حوالي عشرة أيام من بداية العملية العسكرية على أوكرانيا استهدفت بعمليتي قصف الأسبوع الماضي مما أثر قلق المجتمع الدولي وفي آخر تطورات العملية العسكرية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تنشر مراكز قيادتها ومضرعاتها ومدفعيتها في رياض الأطفال بمناطق زابوريجيا ونيكولاييف وعدد من المناطق الأخرى التي لا تزال خاضعة لها وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع إنه في روضة أطفال بمدينة زابوريجيا تم نشر مقر قيادة لقوات ما يسمى الدفاع المحلي ومعدات عسكرية وميدانيا أيضا وعلى بعد حوالي 100 كيلو متر من محطة زابوريجيا وتحديدا في نيكوبول الواقعة على الضفة المقابلة من نهر دينيبر أعلن الحاكم فالنتين ريزنيشينكو مقتلى ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة في قصف روسي براجمات صواريخ جراد أعرب وزير الطاقة الأوكرانية جرمان جالوشينكو عن انتنانه لتصريح مدموعة السبع والتي أكدت أن سيطرة روسيا غير القانونية على محطة زابوريجيا نوية يشكل تهديدا للمنطقة جاء ذلك خلال اللقاء جالوشينكو مع سفراء دول مجموعة السبع لمناقشة الأحداث المتعلقة بمحطة زابوريجيا النووية واستعدادات أوكرانيا لموسم التدفئة وخلال اللقاء تمت مناقشة حاجة أوكرانيا إلى موارد الطاقة مع الأخذ في الاعتبار التحديات والتهديدات المتعلقة بالتدخل العسكري الروسي نشرت وزارة الدفاع الروسي اليوم لقطات لما قالت إنها طائرات عسكرية روسية تحلق في سماء أوكرانيا وقالت الوزارة إن اللقطات تظهر طيارين من الروس ينفذون ضربات صاروخية وتظهر طائرة مقاتلة من طراز سو 35 في مهمة قتالية في سماء أوكرانيا قالت بريطانيا إن الانفجارات التي وقعت هذا الأسبوع في متار ساكي العسكري الذي تديره روسيا في غرب شبه جزيرة القرم أدت إلى خسارتها ثماني مقاتلات مما أسفر عن تدهر في قدرات الأصول الجوية التابع للبحرية في البحر الأسود وأضافت بريطانيا إن قدرة روسيا العسكرية بالبحر الأسود ستتأثر إذ أن مطار ساكي يعتبر قاعدة تشغيلية رئيسية وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن المطار لا يزال يعمل على الأرجح لكن المنطقة المخصصة لتوقف الطائرات والانتشارها بجواره تعرضت لأضرار جسيمة ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفرين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى خمسة ملايين واربعمائة وثلاثة واربعين ألف لاجئ وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا وأضحت الوكالة أن بولندا استقبلت أمس الخميس حوالي خمسة وعشرين ألف وخمسمائة وافد من أوكرانيا فيما غادر حوالي خمسة وعشرين ألف وتسعمة شخص للعودة لبلادهم مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من ثلاثة وسبعة وخمسين من مئة مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي غادرت سفينتان مواني أوكرانيا المطلة على البحر الأسود وكانت إحداهما محملة بأول شحنة قمح أوكراني يتم تصديرها بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة هذا وقد غادرت أربع عشرة سفينة حتى الآن أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين في أعقاب اتفاق مع روسيا يسمح باستئناف صادرات الحبوب من مواني أوكرانيا على البحر الأسود وذلك بعد توقفها لمدة خمسة أشهر بسبب الحرب ربما يشكل الاتفاق حول الحبوب الأوكرانية بداية التسوية للأزمة الأوكرانية التي بدأت قبل ستة أشهر ونصف تقريبا فوفقا لتقارير إعلامية غادرت سفينتان أخريان من أين أوكرانيين على البحر الأسود ليصل عدد السفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى أربع عشرة سفينة ووفقا للتقارير الإعلامية فإن السفينة سوروموفيسكي غادرت ميناء تشورنوموريسكي الأوكراني وعلى متنها ثلاثة ألاف وخمسون طن من القمح وأن السفينة ستار لورا التي ترفع علم جزر مارشال غادرت من مدينة بفيدني وعلى متنها ستون ألف طن من الذرة اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في الثاني والعشرين من يوليو برعاية الأمم المتحدة يسمح باستيناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء العملية العسكرية الروسية وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار الاتفاق ينص على إنشاء ممرات آمنة للسماح ببحار السفين التجارية في البحر الأسود وتصدير من عشرين إلى خمسة وعشرين مليون طن من الحبوب الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من أن توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود قد يؤدي إلى اندلاع مجاعة في جميع أنحاء العالم إذ إن روسيا وأوكرانيا شكلتا معا قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم وهناك أكثر من سبعين سفينة أخرى عالقة في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية بعضها محمل بالحبوب فعليا ولكن مع وصول السفن العابرة إلى أربع عشرة سفينة فهذه تمثل بادرة إيابية يمكن البناء عليها لإحداث اختراق دبلوماسي سلمي قد يوقف نزيف الدم جراء هذه العملية العسكرية ألقت الحكومة الأوكرانية اتفاقية تعاون بين وزارتي الداخلية في أوكرانيا وبيلاريشيا وذكرت الحكومة أن قرارها جاء بسبب التغيير الجذري في ظروف يشار إلى أن الاتفاق على تعاون وزارتي البلدين في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام العام ينص على تنفيذ العقوبات الجنائية والبحث عن المفقودين وضمان سلامة المرور على الطرق والحماية من الحرائق وتطوير العلاقات العلمية والمعلوماتية أصدرت الأجهزة الأمنية الأوكرانية بيانا مشتركا دعت فيه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إرسال ممثلين إلى المواقع التي تحتجز فيها روسيا أسرى حرب أوكرانيين يأتي الطلب في أعقابي مزاعم من جانب كيف بأن قوات الروسية أعدمت سجناء بما في ذلك تفجير معسكر لأسرى الحرب الأوكرانيين في أولنيفيكا وتقول موسكو إن أوكرانيا هي التي قصفت المنشأة مما أسفر عن مقتل أكثر من خمسين أسير حرب موسيقى قالت وزارة الدفاع التايوانية إن عشر طائرات صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان وهو حاجز غير رسمي بين الصين وتايوان هذا وقامت أقوات جوية الصينية مرارا وتكرارا بالتحليق عبر الخط خلال الأسبوع الماضي في إطار مناورات حربية نظمت ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لكزيرة والتي عرضتها بيكين بالشدة أجرى ألاف جنود من إندونيسيا والولايات المتحدة ودول حليفة تدريبات بالذخيرات الحية في إندونيسيا في إطار مناورات عسكرية سنوية وأكدت الولايات المتحدة أن هذه التدريبات المشتركة لا تستهدف أي دولة من جانبه تحدث قائد القوات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ عن بوادر صراع في مضيق تايوان بعدما أجرت الصين فيه أضخم مناوراتها حتى الآن حول الجزيرة التي تعتبرها بيكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها وقال إن بلاده ملتزمة بمنع أي تهديد ضد تايوان قررت الصين اعتماد عقوبات على نائب وزير النقل والمواصلات المواصلات الليتوانية وتعليق جميع أشكال التبادل مع وزارة النقل والاتصالات الليتوانية وأعلنت بيكين في بيان أن على موقع وزارة الخارجية الصينية تعليق التبادل والتعاون مع ليتوانيا في مجال النقل البري الدولي أيضا ويأتي ذلك على خلفية قيام نائب وزير النقل والمواصلات في ليتوانيا بزيارة تايوان وأكدت الخارجية الصينية أن الزيارة تنتهك مبدأ الصين الوحدة وتتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وتقود سيادتها ووحدة أراضيها قال المتحدث باسم مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يانسا ليركا إن الاحتياجات العالمية الإنسانية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وأشار ليركا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بجينيفا إلى أن حوالي 303 ملايين شخص يعانون من أزمات في جميع أنحاء العالم وأضاف أن المنظمة الدولية تهدف إلى الوصول إلى 204 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفا لافتا إلى أنه لم يسبق أن دع العاملون في المجال الإنساني للاستجابة لهذا المستوى من الحاجة في الوقت الذي يفعلون ذلك في بيئات أكثر خطورة من أي وقت مضع أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني إنكمش بنسبة 6 من 10% على أساس شهري خلال يونيو وبنسبة 1 من 10% خلال الربع الثاني من العام وكان استطلاعون قد أشار إلى إنكماش نسبته 1 و3 من 10% في يونيو وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الخدمة ترجعت بنصف بالمئة خلال الشهر ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا في يوليو لتصل إلى نسبة 6 1 من 10% على مدار عام واحد بعدما بلغت 5 و8 من 10% في يونيو وفق ما أكد المعهد الوطني للإحصاء وأفاد معهد الإحصاء بأن أسعار الطاقة استمرت في التأثير على أرقام تضخم ولكن بشكل أقل قوة مقارنة بالأشهر الأخيرة ومشيرا إلى ارتفاع في أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة تسعى ألمانيا التي تخشى نقصا في إمدادات الغاز خفض التدفئة في المباني العامة كليا هذا الشتاء على ألا تتخطى الحرارة 19 درجة مئوية وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد الألمانية وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت حابيك أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات ينبغي ألا تتخطى الحرارة 19% في المباني العامة باستثناء المستشفيات والمراكز الاجتماعية وأكد أنه سوف تصدر مرسيم في هذا الصدد وبتا ينبغي أيضا إطفاء نارة العمارات والمعالم التاريخية ليلا وهو إجراء شرعة بعض المدن مثل برلين في تطبيقه أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن حكومته ستتخذ إجراءات جديدة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على أن تتصدر أزمة التضخم رأس أولويات حكومته المعدلة وسط تراجع التأييد الشعبي وخلال اجتماع حكومي أكد كيشيدا أنه سيوجه المسؤولين الاثنين المقبل لتنفيذ خطوات الإغاثة بسلاسة مضيفا أن تأثير الزيادات في الأسعار خاصة بالنسبة للطاقة والمواد الغذائية كبير على الشركات والمستهلكين قرر بنك الأرجنتين المركزي رفع معدل الفائدة بواقع 950 نقطة أساس بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير في معدل التضخم السنوي الذي بلغ 71% على أساس سنوي خلال شهر يوليو وهو المستوى الأعلى في 20 عاما وخلال اجتماعه أعلن المركزي أن معدل الفائدة الأساسي ارتفع إلى 69.5% من 60% قبل الزيادة وذلك بعد أن رفع المركزي معدلات الفائدة بواقع 800 نقطة أساس قبل أسبوعين قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت إن المهمة العسكرية لبلادها في مالي ستتوقف حتى إشعار آخر وأضحت إذاعة دوتشفيلة أن قرار تعليق مشاركة ألمانيا في قوات الأمم المتحدة في مالي جاء بعد رفض السلطات المالية السماح لطائرة عسكرية ألمانية بدخول مجالها الجوي وذكرت لامبرشت أن تناوب القوات الألمانية لم يعد ممكن بسبب رفض دخول المجال الجوي مؤكدا أن الأولوية القصوى لأمن جنود الألمانية أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التزام الأمم المتحدة بإخلاء شبه الجزيلة الكورية من الأسلحة النووية وخلال لقائه رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول أوضح جوتيريش أن إزالة الأسلحة النووية ستحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها مضيفا أنه يدعم تماما الجهود المبذولة لنزع سلاح كوريا الشمالي النووي بشكل كامل أود أن أؤكد من جديد التزامنا الواضح بنزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعت فيه من شبه الجزيرة الكورية وكوريا الشمالية كهدف أساسي لإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها أعلن وزير العدل الأمريكي ماريكا جارلند أعلن أنه صدق شخصيا على مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا كما أدان هجمات لا أساس لها طالت مكتب التحقيقات الفيدرالي عقب تفتيش منزل ترامب هذا ولم يوضح السبب الذي استدعى تفتيش لكنه شدد على وجود سبب محتمل وقال إنه طلب من المحكمة نشر وفائق القضية قتلت الشرطة الأمريكية مسلحا حاول اقتحام مركز لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية هوايو وذلك بعد ساعة على مواجهة مسلحة معه وأشار بيان FBI إلى أن الواقع فعلت جرس الإنذار واستجابت عناصر خاصة في مكتب التحقيقات الفيدرالي فلذى المسلح بالفرار وقال المتحدة باسم الشرطة إن قوات إنفاذ قانون لحقت المهاجم وقتلته أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري أن واحدا وثلاثين شخصا على الأقل ما زالوا محتجزين كرهاء لدى مسلحين نفذوا هجوما على قطار في شمال غرب نيجيريا في مارس الماضي وفي بيان قال الرئيس النيجيري أنه بذل كل الجهود لتحرير الرهائن مع استبعاد شن هجوم عسكري مضيفا أنه لا يمكن ضمان ظروف التي تفضي إلى نتيجة إيجابية وتقلل الأضرار الجانبية المحتملة بلغ عدد النازحين الهاربين من أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 900 ألف منذ مطلع العام وفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية وبحسب التقرير عاد أكثر من 446 ألف شخص إلى أماكن عيشهم المعتدة وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية إلى أن أكثر من 80% من عمليات النزوح في صفوف سكان كونغو الديمقراطية سببها الهجمات والمواجهات المسلحة الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة لجماعات مسلحة محلية وأجنبية تنشط في هذه المنطقة من البلاد أشاد الاتحاد الأوروبي بالانتخابات العامة التي أجرتها كينيا قبل ثلاثة أيام مؤكدا أنها جرت في جو سلمي مما أظهر التزام كينيا بقيم الديمقراطية وفي بيان أعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى الإعلان عن النتائج من قبل اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود في كينيا وأضاف البيان أن بروكسل قامت بناء على دعوة من حكومة كينيا بنشر واحدة من أكبر بعثات مراقبة الانتخابات التابعة لها في جميع أنحاء البلاد تحتفل الأمم المتحدة اليوم باليوم العالمي للشباب الذي تم تدشينه في عام 1999 بهدف تذكير العالم بدور الشباب والتزمات الدول تجاههم باعتبارهم عماد الأمم وأساس مشروعاتها الثقافية والاجتماعية اشتركوا في القناة إلى العراق حيث انطلقت اليوم تظاهرات لمواطنين عراقيين بعدة محافظات للمطالبة بحل البرلمان وشهدت محافظات ذيقار وبابل وواسط والديوانية والبصرة وميسان وديالة وصلاح الدين ونينوى انطلاق تظاهرات دعما لمطالب حل البرلمان كما انطلقت تظاهرة أمام الجسر المعلق وسط بغداد حيث توافد المتظاهرون وسط إجراءات أمنية مشددة أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندر كينغ يبدأ جولة تشمل الإمارات والصعودية وعمان بينما يسافر أعضاء فريقه إلى الأردن وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن المبعوث الخاص وفريقه سيركزون على المساعدة في توسيع الفوائد التي أصفرت عنها الهدنة بشكل هادف لجميع اليمنيين وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار وحل شامل ودائم للصراع بقيادة يمنية أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنيا وعند مباشرة إجراءات القبض عليه بادر بتفجيل نفسه بحزام الناسف ما أدى إلى مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن وذلك في حي السامر بمحافظة جدة وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أنه إلحاقا للبيان المتعلق بالإعلان عن قائمة بأسماء تسعة مطلوبين للجهات الأمنية تمكنت المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب الرابع من تلك القائمة وهو عبد الله بن زايد عبد الرحمن الشهري ورصد في حي السامر بمحافظة جدة وإلى السودان حيث بحث نائب رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول محمد حمدان دوكلو والنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار تنفيذ اتفاق السلام المنشرة لجنوب السودان وأكد دوكلو مباركته للخطوات التي تمت بتوافق الأطراف على تمديد فترة تنفيذ الاتفاق لعامين إضافيين مشيدا بجهود أطراف الاتفاق كافة وسعيها المستمر لتحقيق السلام بجنوب السودان داعيا إلى ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ كافة البنود المتعلقة بالاتفاق أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن قوات الجيش ألحقت إصابات مباشرة بعدد من العناصر الإرهابية جاء ذلك خلال مواجهات مسلحة في جبل السلوم في محافظة القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن زكري أن تشكيلة عسكرية اشتبكت مع مجموعة إرهابية أثناء مهمة لها في جبل السلوم تم خلالها تحقيق إصابات مباشرة بعدد من الإرهابيين وأصيب عسكريان اثنان بجروح بسيطة خلال تلك العملية وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري وحالتهما مستقرة السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها بريطانيا تعلن رسميا حالة الجفاف في أجزاء من جنوب ووسط وشرق البلاد قالت الحكومة البريطانية اليوم إن أجزاء من جنوب ووسط وشرق إنجلترا انتقلت رسميا إلى حالة الجفاف بعد فترة طويلة من التقس الحار الجاف يأتي ذلك فيما شهدت مقاطعة دورهام في شمال شرق إنجلترا عاصفة من الغبار بعد اندلاع حريق هائل في منطقة ريفية بالمقاطعة وتظهر اللقطات التي صورتها مقاطعة دورهام الزوبعة التي تهب فوق حقل في أعقاب حريق هائل في تلك المقاطعة في فرنسا يكافح أكثر من ألف من رجال الإطفاء لاحتواء حريق غابات كبير أتى على مساحة كبيرة من غابات الصنوبر في جنوب غرب فرنسا فيما أرسلت دول أوروبية عدة طائرات وأشكال دعم أخرى للمساعدة وقالت السلطات المحلية إن أكثر من 7400 هكتار احترقت منذ الثلاثاء وأدت حرائق الغابات في فرنسا بالفعل إلى إجلاء حوالي 10 ألاف شخص ودمرت ما لا يقل عن 16 منزلا وتشهد فرنسا هذا الأسبوع رابع موجة حارة خلال العام حيث تواجه ما تصفه الحكومة بأنه أسوأ جفاف تشهده البلاد على الإطلاق ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية اندلع حريق غابات كبير في منطقة ريفية في جزيرة هواي الأمريكية وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرا أحمر لظروف الحرائق في المنطقة حتى مساء الخميس ويحاول الرجال إطفاء فيدراليون ومحليون احتواء الحريق وتستخدم أطقم الإطفاء جرفات لإقامة حاجز للحريق بينما تقوم عدة مروحيات من مختلف الوكالات بإلقاء المياه على النيران تسببت أمطار غزيرة هطلت على فنزويلا في فيضانات وانهيارات أرضية وقطعت طرقا وتسببت بأضرار لنحو ألف أسرة في كل أنحاء البلاد لكن دون أن تؤدي إلى سقوط ضحايا وفق ما أعلنت السلطات وقال الرئيس نيكولايس مادورو أن الفيضانات ألحقت أضرار بكاركات 8 من أصل 23 ولاية في فنزويلا موسيقى استقبلت نيوزيلاندا أول سفينة سياحية عائدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا بمئشير إلى عودة صناعة السياحة في البلاد التي طال انتظروها وأغلقت نيوزيلاندا حدودها في أوائل عام 2020 حيث سعت في البداية إلى القضاء على فيروس كورونا تماما ثم السيطرة على انتشاره لاحقا قال وزير الصحة الألمانية كارلا لوترباخ إن منظم الأدوية في الاتحاد الأوروبي قد يسمحون باستخدام لقاحات فعالة ضد نوعين مختلفين من فيروس كورونا وأضاف لوترباخ أنه يتوقع أن تجتمع وكالة الأدوية الأوروبية في الأول من سبتمبر للنظر في لقاح من شأنه أن يوفر الحماية ضد الفيروس الأصلي ومتحور الأوميكرون يعرف باسم بي اي وان لدينا أخبار جيدة جدا من تطوير اللقاحات من المحتمل أن تتعامل الهيئة التنظيمية الأوروبية بالفعل مع لقاح ثنائي التكافؤ لمتحور بي اي وان في الأول من سبتمبر المقبل كما أنه من المحتمل أن يتم دراسة لقاح آخر لمتحور بي اي فايف ثناء التكافؤ لذلك قامت الحكومة الألمانية بشراء اللقاحين بكميات مناسبة وبالتالي سيتم تزويدنا في وقت مبكر نسبيا هذا يعني أن الحملة التي نخطط لها يمكن أن تتم في وقت قريب نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المفرج عنهم لتوزيع هدايا ومساعدة لهم يأتي ذلك تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية لا تقتصر على إصلاح وتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسرعة دمجهم في المجتمع بل تمتد إلى تقديم الدعم والمساندة للمفرج عنهم وكذا أسر النزلاء حتى تمكنوا من مواصلة حياتهم بعيدا عن مسلك الجريمة الدعم المقدم لهم يتسم بالاستمرارية وهو ما بدى واضحا هنا بمركز الإصلاح والتأهيل ترى حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لتوزيع مساعدات عينية وغذائية على أسر النزلاء والمفرج عنهم ما أصارين معنا في حاجة وإحنا بنشكر أكساد عفتاح السيسي وبنشكر كل اللي بيساهم معنا في أي حاجة يعني وبيساعدنا أن احنا نبدأ كحياة كويسة وحياة كريمة بتكوناش في أي عيد حضرتك وأي مناسبة والمدارس برضو حضرتك يعني ومتنين بينا وأولادنا وبناخد كل اللي احنا عزينا بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على معاونته بينا وبنشكر وزارة الداخلية وقد أشهد المفرج عنهم وأسر النزلاء بهذا الدعم وتلك المساندة المقدمة لهم على مدار العام والتي تؤكد مدى ما تليه وزارة الداخلية من أهمية كبيرة نحو دعمهم وتخيف الأعباء عنهم حتى تمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع وبما يؤكد على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان كل حفلة بتتصل بينا يدونا كل حاجة الكاريتين كل شهر دي دايما الداخلية بتتصل بينا وكتابين لي دلوقتي بتجازق لهم هنسلمه لك برضو ومش ناسينا في حاجة وفروا لي فرش بيتي بالكامل وأنا بشكرهم جدا وجميع الضباط بيقابلونا باخترام توزيع تلك المساعدات جاء في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية كما تحرص وزارة الداخلية على مساندة المفرج عنهم وأسر النزلاء بمساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة إضافة إلى تلك المساعدات العينية بما يدر دخلا ثابتا عليهم عبدالله بركات التلفزيون المصري تواصل وزارة الداخلية حمالتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 462 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 108 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 33 طن وفي مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 75 طن كما تم ضبط 755 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 82 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 89 طن أقماح محلية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تعيين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالواسطة وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أكد أن ترشيح المذكورتين للتعيين جاء وفقا للقرار المتداول والصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الرابع والعشرين من يوليو لعام 2022 وقد جاء تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية أكد وزير الموارد المائية ورأي محمد عبدالعاطي أن مشروع إنشاء مجموعة قناة الرديروت الجديدة على ترعة الإبراهيمية يجتمل على إنشاء سبع قناطر ومباني للتشغيل والتحكم وعمل كبرى علوي ومنظومة لإدارة متابعة توزيع المياه على 45 موقعا بنطاق المشروع وخلال اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروت الجديدة استعرض عبدالعاطي الموقف التنفيذي للمشروع حيث يتم حاليا الردم المؤقت بالمجرى المائي ووصول حوالي 3000 طن من الستائر المعدنية لموقع المشروع أعلنت مدرية الصحة بدقاهلية إطلاق قافلة طبية داخل قرية 49 الدرافيل بمركز بالقاس بدقاهلية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وتشمل القوافل جميع التخصصات الطبية تستمر لمدة يومين حيث قال وكيل وزارة الصحة بدقاهلية شريف مكين إن القوافل تشمل صرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة بالإضافة لتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية جميعها بالمجان وأكد منصق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدقاهلية رامس شوقي أن القوافل بالقرية المستهدفة هدفها هو إجراء الكشف الطبي على أكبر عدد من المواطنين وإجراء التحليل والأشعة اللازمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة أطلقت قوافل طبية مجانية في جميع أنحاء الجمهورية تستمر حتى 21 من الشهر الجاري تشمل المبادرة التخصصات الطبية النساء والولادة وخدمة تنظيم الأسرة والأطفال والبطن والأنف والأذن والعذام الجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية وخدمة الأشعة والتحليل نظمت مدرية الصحة بدميات قفلة طبية في قرية أموردة جديدة التابعة لمركز كفر البطيخ التي تأتي ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وأعلن مدير مدرية الصحة بدميات السيد عبدالجواد عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1724 مواطنا وتم تحويل 28 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات بالإضافة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لست حالات أخرى وإجراء 451 تحليلا معمليا والكشف بالأشعة على 24 حالة والسنار على 75 حالة قررت مرضة من الكرة الكبيرة والليها توابع كتير والإقبال كبير جدا في خلال اليومين متوقف فيها والحمد لله احنا بنقدم الخدمة اللي تقدر تغطي أي عدد بيترادل عليه الخطس المريض بيبدأ في قافلة إنه هو بيتوجه لشباك التذاكر بيبدأ يحدد تخصص اللي هو محتاجه بيقطع التذكرة بيتوجه للعيادة بيتم الكشف عليه وبيأخذ المصار بتاعه سواء كان إنه هو محتاج تحليل ويتوجه للمعمل عندنا المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل أو محتاج أشعة عادية كمان من موجود الأشعة العادية برضو بيتوجه بعد ما إن الفحصات بتاعته بيرجع لعيادة تانية للدكتور عشان يحدد هل هو هتنتهي خدمته عن طريق كتابة العلاج والمتوفر في الصيدلية بالأدواء اللي بتغطي كنت خصصات المتاحة أو إنه محتاج جواب تحويل لقرب مستشفى مركزي معانا في القفلة عيادات طبية متنقلة ومتخصصة بكل التخصصات الطبية موجود معانا حوالي 12 عيادة تخصصية بالإضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة موجود معانا صيدلية متكاملة بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية الموجودة القفلة موجود معامل متكامل موجود أشعة عادية وسنار كل ده بيتقدم للمواطنين بشكل مجاني تماما بنبدأ الإعداد للقفلة من قبلها بوقت كبير بنبدأ نراجع قاعدة البيانات اللي عندنا ومركز المعلومات إيه الحاجات اللي اتصرفت في أقرب قفلة كنا موجودين فيها هنا قبل كده إيه التخصصات الطبية اللي المرضى بيحتاجوها هنا في القرية عندنا قفلة طبية النهاردة وكانت إنبارح برضه النهاردة اليوم التاني على التوالي بنقدم الخدمات للجمهور هنا والناس هنا في القرية كل التخصصات موجودة الحمد لله وبندعم القفلة طبعا احتياجاتهم كلها بنوفرها لها في مدرسة أحمد زويل في قرية أم الرادة الجديدة في إقبال شديد الحمد لله النهاردة كمان أكتر من إنبارح إنبارح كان عدد 900 النهاردة إن شاء الله ممكن نوصل لأضعاف العدد بتاعين إنبارح والحمد لله جميع التخصصات موجودة 12 أوتوبيس كل أوتوبيس تخصص والحمد لله يعني الناس مبسوطة ومقبلة على القفلة وبنقدم لهم كل الخدمات ومشاء الله علاج متميز وتنظيم مميز جدا ونشكر سيادة الرئيس إن فعلا حياة كريمة بتوصل حجم الموسى للمواطن انطلقت قافلة طبية بمحافظة الغربية إلى قرية سجين الكوم بمركز قطور ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة ووقعت الكشف الطبي على 1830 حالة مع صرف الأدوية بالمجان وأكد وكيل وزارة السحب الغربية أسام أحمد أن قوافلة طبية تستهدف الكشف والعلاج مجانا في مختلف التخصصات الطبية مشيرا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة كما تم عمل ندوة تصقفية للمترددين على القافلة والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة باقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة دينا شرف شكرا لك محمد شكرا لك في الصحر والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا قالت وزارة العمل الأمريكية أن أسعار الواردات تسجلت أول انخفاض لها في سبعة أشهر في يوليو الماضي وذلك بفضل انخفاض تكاليف الوقود والمنتجات غير النفطية وظهرت البيانات أن أسعار الواردات تتراجعة الشهر الماضي 1.4% وهي نسبة أكثر من المتوقع بعد ارتفاعها 3.10% في يوليو ويأتي التقرير بعد مؤشرات أولية أخرى على أن التضخم قد بلغ ضروته إذ ظلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة دون تغيير في يوليو بسبب الهبوط الحاد في تكلفة البنزين بعد ارتفاعها 1.13% في يونيو الماضي وإلى أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب واتجهت صوب التسجيل رابع زيادة أسبوعية على التولي في ظل ضعف عام للدولار الأمريكية وجهته ضغوط من زيادة العائد على سندات الخزانة وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1789 دولارا للأوقية وأما حاليا شهدت أسعار الذهب هبوطا ملخوضا بحوالي 12 جنيا ليسجل الذهب عيار 18 890 جنيها عيار 21 833 جنيها عيار 24 1187 جنيها وأخيرا وصل جنيه الذهب لـ 8304 جنيهات وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع اتجاه عقود الخام صوبة تسجيل مكاسب أسبوعية مع انحصار مخاوف الرقود وزادت العقود الآجلة لخام برينت 18% ووصلت إلى 99.26% دولارا للبرميل وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13% إلى 94 دولارا للبرميل وانخفضت أسعار المزوت عالميا بنسبة 1 من 10% لتصل إلى 3 دولارات و48 سنة للتر كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.16% لتسجل 8 دولارات و77 سنة لكل مليون وحدة حرارية أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك على توقعتها لنمو الطلب على النفط العام 2023 عند مستوى 2.7 مليون برميل يوميا ليصل في المتوسط إلى 2.7 مليون برميل يوميا وأكدت أوبيك أن إنتاج مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة ارتفع بمقدار 162 ألف برميل يوميا على أساس شهرية يصل إلى 28.84 مليون برميل يوميا مع تزايد التوقعات بعودة قيود كورونا من جديد خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بنحو 260 ألف برميل يوميا أوبيك توقعت في تقرير سوق النفط لشهر أغسطس نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا ليصل متوسط الطلب الإجمالي على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا هذا العام مخفضة بذلك توقعاتها في تقرير لشهر يوليو والذي قدرت فيه تزايد الطلب على النفط للعام الجاري إلى 3.36 مليون برميل يوميا ليبلغ إجمالي الطلب بحسب التقرير إلى 113 مليون برميل يوميا خلال 2022 وتتنقض توقعات أوبيك مع وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية التي رفعت في وقت سابق توقعاتها للطلب في 2022 مشيرة إلى زيادة استخدام النفط لتوليد الطاقة وفيما يتعلق بعام 2023 أبقت أوبيك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند مستوى 127 مليون برميل يوميا ليصل في المتوسط إلى 117 مليون برميل يوميا وذكر تقرير أوبيك أن انتاج مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة ارتفع بمقدار 162 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 28.84 مليون برميل يوميا متوقع أن تعشى الطلب على النفط ليتجاوز مستويات 2019 هذا العام حتى مع ارتفاع الأسعار وكالة الطاقة الدولية قالت في تقريرها أن درجة الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززت استخدام النفط في توليد الطاقة مما زاد الطلبة لكنه يخفي مواطن ضعف في الاقتصادات التي تعاني من مخاوف الركود وتوقعت الوكالة ارتفاع الطلب على النفط في عام 2023 بنحو 2.1 مليون برميل يوميا ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء ووضحت أيضا أن معروض النفط العالمي يسجل مستويات قياسية جديدة في يوليو متجاوزا مستويات ما قبل كورونا ختم أخبار اتصاد عوضة مرة أخرى إلى محمد وصحر إليكم شكرا لك دينا إلى هنا مشاهدين نصل لختام نشرة السادسة بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عنوينها الرئيس الروسي يعقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي لبحث قضايا الأمنية في ظل العمليات العسكرية في أوكرانيا قائد القوات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ يؤكد أن بلاده ملتزمة بمنع أي تهديد ضد تايوان الأمم المتحدة تؤكد أن حوالي 303 ملايين شخص يعانون من أزمات في جميع أنحاء العالم وأن الاحتياجات العالمية الإنسانية وصلت إلى أعلى مستوياتها بهذه العنوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة نشكركم على طيب المتابعة ودومتم سليمين ترجمة نانسي قنقر